قد يتساءل البعض عن أعداد أتباع التوائف والمذاهب الإسلامية خاصة في الشهر الفضيل بعد رؤية أفواج بشرية من المصلين تؤدي صلاة التراويح فكم يترى تبلغ نسبة أتباع المذاهب الإسلامية أظهرت الأرقام وجود فارق كبير بين أتباع المذاهب السنية وأتباع المذاهب الشعية حيث وصل أتباع المذهب الحنفي إلى 700 مليون نسمة في حين بلغ أتباع المذهب الشافعي 630 مليون نسمة وأتباع المذهب الملكي 175 مليون نسمة وحدد أتباع الشعة الإمامية في 150 مليون نسمة وأتباع الشعة 12 في 130 مليون نسمة في حين بلغ أتباع المذهب الحنبري 38 مليون نسمة وطائفة العلويين 20 مليون نسمة والشعة الزيدية 15 مليون نسمة وأفادت الدراسات أن الإسلام هو الدين الأسرع لنوى في العالم بعد تفوق المذاهب السنية على المذاهب الشعية بفارق كبير وإن بدأ الإسلام في الجزيرة العربية فإنه بحلول سنة 2002 يعيش 80% من المسلمين خارج الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر